وَإِنَّ الْحُرَّ يَفْهَمُ قَوْلَ حُرِّ وَتَشْفِي صَدْرَهُ الْكَلِمُ الْفِصَاحُ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية في برنامجكم الكنوز الدفينة حيث نقدم من الدرر النيرة التي أفاء الله بها على حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة الأخ العزيز الأستاذ أيمن المالكي أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين معروف على مر التاريخ بأن حينما يختار الله مصلحا الناس يعدوه شتى الطرق ومن كان من الأقارب ومن البعيدين أيضا نأخذ حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله وسلم كان صالحا في قومه كل القوم كل قريش يشهد له الصادق الأمين لكن حينما الله تبارك وتعالى اختاره واجتباه وجعله رسولا ورحمة للعالمين تنكروا له أهل مكة ولم يقبلوه لماذا؟ لأنه صار مصلحا يريد أن يغير من عاداتهم التي كانوا عليها فما الذي حصل هل صدقوا هل اتبعوا لا إلا قلة قليلة في البداية حضرت ميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى اختاره بأن يكون مصلحا لآخر الزمان فهل الله سبحانه وتعالى يجعل حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني شيئا خاصا خاصا غير عن باقي الأنبياء والرسل في المعاملة لا السيرة ستكون نفس الشيء مع كل الأنبياء حضرت ميرزا غلام أحمد القادياني ادعى بأنه هو مجدد القرن الرابع عشر بأن الله تبارك وتعالى أرسله بأنه هو أيضا الإمام المهدي والمسيح الموعود وألقاب أخرى كريشنا و بودا حيث أن كل دين ينتظر مرسلا له فالله تبارك وتعالى لن يرسل لكل دين ودين مرسلا خاصا بهم الله سبحانه وتعالى يرسل للناس كافة من الدين العالمي من شريعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شخص الذي يصلح الناس فما الذي حصل ضار حضرة المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم مؤلف كتبا و نشر النشرات فهل قبيلوه الناس ما الذي حصل من ضمن هذه الرسالات حضرة المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم ألف رسالة رد لأحد الشيوخ من أرض الرافدين الشيخ النقشباندي البغدادي قد بدأنا في الحلقة الماضية في هذه التحفة كتاب تحفة بغداد و نستمر بإذن الله تعالى في هذه الحلقة أيضا و نبدأ مع الأستاذ أيمن الملك أشهد أن لا إله إلا الله وحده و لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما تفضلتم أخي لقد رد حضرة المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم وفاة طبيعية و أنه ليس بحي في السماء و أنه لم يصعد بجسده العنصري و أن الرفع الذي كان هو رفع الدرجة و المكان و ليس رفع المكان و الجهة و ليس رفع الجسد العنصري و بيّن الأدلة على ذلك و وصل هذا الكتاب إلى الشيخ النقشبندي ثم ارتعد الشيخ النقشبندي لهذا الكتاب و ما جاء فيه و سطر رسالة قاسية و دعا فيها حتى لإعمال السيف ردا على هذا الكتاب في حق المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم و تحدث بأحاديث قاسية تجاه المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم و أشاع هذا الرد و وصل هذا الرد إلى حضرة المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم و وصلت نسخة منه إلى حضرته و بناء عليها سطر حضرته هذا الكتاب تحفة بغداد بلغة عربية فصيحة جميلة رقيقة رشيقة يعني من يقرأها يستمتع بالمحتوى و يستمتع أيضا بالقالب الذي يحمل هذا المحتوى نكمل من أين وصلنا في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية و قد نذكر فقط بأن المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم اعتمد في رده على المبادئ القرآنية توجه له بالتي هي أحسن أحسن الظن به المسيح الموضوع أحسن الظن بهذا الشيخ و قال له ذكر في بداية رسالة أنني أحسبك غيرة على الإسلام غيرة على الدين قلت ما قلت و رددت كما ردد و إلى آخره و دعاه إلى أن يأتي إلى ساحة الحكمة و الموعظة الحسنة و أن يكون النقاش بينهم على هذا المبدأ و أكمل حضرت المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم و سنكمل بما ذكر حضرته في هذا الكتاب يقول مخاطبا للشيخ النقشبندي يا قرة أرض مباركة و سلالة أهلها أنت بحمد الله تقي و نقي و زكي و إني أحبك و أصافيك كالمخلصين و أوتيك موثقا من الله على أني أوافقك و أقبل قولك إن ترني آيات الفرقان على صحة زعمك يعني أنا من الآن أضمن لك أنني أسلم و أوافق على كل حجة دامغة تأتيني بها من القرآن الكريم و أي سلطان مبين تأتي به أنا سأقبله يعني ليس هناك لدي تعصب لما أقول به و ما أبتغي إلا الحق و قد شققت عصى الشقاق و ارتضعت أفاويق الوفاق يعني ليس غرضي هنا المجادلة العقيمة و الخصومة لا أبغي ذلك حتى و إن كان فيه نصر لشخصي أنا أريد فقط أن نتفق نتفق في أفكارنا و نتفق في علاقاتنا و ينطبق هذا الوفاق ليس فقط على الشخصين بل على الأمة كلها أنا مجبور أن أقف هنا يعني كثير من الناس عندما يسمع بدعوتنا يقول يا جماعة يعني ناقص الأمة تفرق حتى أنتم تأتون أيضا وتفرقون وتدعون الحقيقة الغرض يعني الأبرز دعنا نقول ولعله يعني من أهم الأغراض والأهداف لتأسيس هذه الجماعة الربانية هو وحدة المسلمين و لكن لا يمكن أن تتم الوحدة إلا من خلال فرقة يعني كيف أقصد يعني كل الأنبياء وحدوا شعوبهم و قبائلهم و أقوامهم و لكن كيف أن أحيوا تراث الأصنام أو تراث الأباء و الأجداد الذي أصلا مختلف عليه بل أتى رجل مصلح من الله تبارك وتعالى يقول بغير ما يقولون كلهم و بأحسن ما يقولون كلهم مجتمعين يعني يجمع الخير إذا أتيت لتفحص تجد أن كل نبي في وقته جمع الخير الذي في كل القبائل و في كل الأديان و في كل الاتجاهات و في كل المعتقدات جمع كل خلاصته و زبدته فيما أتى به هذا النبي و هذا المصلح و لكنه كي يفعل ذلك عليه أن يخرج من كل هذه المستنقعات و يؤسس بحيرة نقية نطيفة يعني سائغة للشاربين لا يمكن أن يختلط هذا الماء بالماء العكر الذي في البحيرات الأخرى و هذا الحال نفس الشيء عند المسيح حتى يؤسس هذه الوحدة لا بد أن تكون هذه الوحدة قوية و متينة فتستند على أرضية جديدة لا بد أن تكون جديدة جديدة و قوية و متينة و تقوم على الوحي و تقوم على التأييد الرباني هكذا فقط يمكن أن تتوحد الأمة أقول فجادلني بالحكمة و آيات كتاب الله السباق و ستجدني إن شاء الله من المنصفين و إن كنت تشتهي أن تسبني أو تلعنني أو تكذبني أو تقتلني بسيف بتار أو تلقيني في نار فاصنع ما شئت و ما أرد عليك إلا دعاء الخير والعافية يا أهل البيت يرحمكم الله في الدنيا والآخرة و آواكم في المرحمين و يكمل حضرته يقول أيها الشيخ دع النزاع و ما ينبغي النزاع فاتق الله و أدرك فرصة لا تضاع و ارتحل إلي رحلة الصادق المعد و سر نحوي سير المجد و تفضل و تجشم إلى بيتي و كل إلى شهرين من قرصي و زيتي سيريك الله حالا لا ينكشف عن يد غيري من أهل البلدان و جوابها و جوابتها و لا من تأليفات محدودة البيان فتعرفني بعين اليقين و إن تقصدني مخلصا فأدعو لك في أناء الليل و أطراف النهار و أرجو أن يطمئن قلبك و أرى أثار الاستجابة و تنجاب غشاوة الاسترابة و الله قدير و نصير و معين إذن هنا كما ذكرنا أيضا دعوة يدعو حضرة المسيح المعودة عسى و سلام بكل ثقة بصدقه و بكل ثقة بصدق محياه و صدق قوله و صدق فعله و صدق زاده و صدق أهله و صدق بيته علامات الصدق ترى في كل هذه التفاصيل قد ينخدع إنسان في صورة لشخص ما أو في برنامج أو في مشهد معين لشخص ما ولكن لا يمكن أن ينخدع إذا ذهب إليه و عاش في بيته و أكل من زاده و رأى نومه و استيقاضه و كلامه و سكوته و أهله و معاملاته و أصدقاءه كل هذه التفاصيل لا يمكن أن تكذب و إذا استمرت إلى شهرين أيضا كما ذكر حضرة المسيح المعودة لا يمكن أي رجل منصف ذو في رأسه و لو ضحلة لا يمكن أن تخفى عليه علامات الصادقين إذا ما اقترب منها إلى هذه الدرجة نستمر بما جاء به حضرة المسيح المعود عليه الصلاة و السلام و يقول أيها الأخ الشريف الصالح لا تنظر في تكفير العلماء و تكذيبهم فإني أعلم من الله ما لا يعلمون و قد علمت حقيقة الأمر من ربي و هم من الغافلين و لا تنظر إلى ذلتي و هواني و حقارتي في أعين إخواني فإن لي من الله تعالى في كل يوم نظرة أقلب نحو الشمال و نحو اليمين و أتقلب في الحالين بؤس و رخاء و أنقل من الريحين زعزع و رخاء و العاقبة خير لي إن شاء الله يعني نلاحظ حضرة المسيح المعودة و صلى الله عليه وسلم يخاطب الشيخ النقشبندي في كل يقين بأن الله تبارك و تعالى سيبين حقيقته و لا يكون كلاما فيه نوع من الإخفاء و هذه أمور مختلفة أخرى و يستمر حضرة المسيح المعودة و يقول و إني من المبشرين اليوم يحقرون و يكذبون و يكفرون و أراهم علي حريصين لو كانوا قادرين و سيأتي زمان يظهر صدقي فيه و يرى الله عباده آياتي فضله علي فيجتلون أنوار عناياته و مطارف تفضلاته فيأتونني منكسرين فطوبى لعين فطوبى لعين رأتني قبل وقتي و طوبى لسعيد جاءني كالمخلصين حضرة المسيح المعودة والسلام في هذا الاقتباس يقول صحيح بأن هناك كثير من يكفرونني و يدعون علي بأنني كذاب و دجال و كل هذه الأمور لكن لما نطيل هذا المشوار أتريد أن تسمع الحق فتفضل فتفضل عندي و الله تبارك و تعالى حضرة المسيح المعودة والسلام يتعهد أمام هذا الشيخ بأن الله تبارك و تعالى سيريك صدقي و كأني برسول الله تبارك و تعالى يعد سراقة بسواري كسرة و هو في الطريق وحيد مع صديقه بين مكة و المدينة انظر في هذه الحالة من الاستضعاف و في هذه الحالة من الضعف الظاهر الفرس نعم بولطورية الفرس عظمتها و جبروتها يعني رجل مستضعف مطارد من قبل قبيلة كاملة و قبائل حتى ليس قبيلة و دمه مطلوب و رأسه مطلوب و لا يوجد معه إلا شخص واحد أيضا و مسافر في صحراء بين مدينة و مدينة يأتي إليه قصاص أثر فيجده و يطمع بجائزة كبيرة حددها أهل مكة لمن يجد محمد صلى الله عليه وسلم فيعيده رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل في هذه الحالة يعني لا يوجد يعني انظر إلى فراسة أيضا سراقة و انظر إلى تجلي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه محياه في قوته في صدقه في ثقته بالوعد عندما يقول له وهو في هذه الحالة يقول له أعيدك بسواري كسراء تخيل و صدق سراق ليس صدق لأنه يعني خارق العادة سراقة بل صدق السبب الرئيسي لصدقه لأنه صدق أنه رأى الصدق في رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحق في رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثقة التي لا تخطئ أبدا في الله تبارك وتعالى لدرجة أنه فعلا صدق صدق من رجل بهذه الحالة المستضعفة الظاهرية التي لا يوجد أي أمل في النجاة و ناهيك عنه يكون هناك أمل بأن يحصل هذا الرجل على سواري كسرى صدق وعاد هذا الوعد انظر المسيح مدعي يقول من سيعيش فيما يأتي من الزمان الآن يمكن أن علامات صدقي وقوتي وتأييدي من الله تبارك وتعالى ليست واضحة ظاهرة عبر الآفاق لكل العالم ولكن سيأتي يوم ستظهر ونحن في هذا اليوم وليس فقط اليوم بل سنوات طويلة وكل يوم يظهر هذا الصدق ويتجلى أكثر وكأن الثلج يذوب ينصهر وتظهر أكثر علامات صدق المسيح المعنى في الآفاق أيها الشيخ الوقت قدنى ومعظم العمر قد فنى فأتني على شريطة الصبر والتوقف وقبول الهدى وعد إلى الحق ودعي العداء ولا تنس حقك في العقبة ولا تبارز المولى وسارع إلي مرتدعا ليغفر لك الله ما سلف وما مضى وطاوع الحق وكن من المطاوعين وإن كنت لا تقدر على هذا السفر البعيد فلك طريق أخرى فإن كنت فاعلها فأخرج أولا من صدرك كلما دخل فيه من سوء الظن ثم قم وتوضأ وصل ركعتين وصل وسلم واستغفر استغفار التائبين ثم ضجع مستقبلا على مصلاك وتخلى بمناجاة مولاك واسأل الله لاستكشاف حالي وحقيقة مقالي ثم نم قائلا يا خبير أخبرني في أمر أحمد بن غلام مرتضاء القدهني أهو مردود عندك أو مقبول أهو ملعون عندك أو مقرون إنك تعلم ما في قلوب عبادك ولا تخطئ عينك وأنت خير الشاهدين ربنا آتنا من لدنك علما جاذبا إلى الحق ونظرا حافظا من نقل الخطوات إلى خطط الخطيات وأدخلنا في الموفقين ما كان لنا أن نقدم بين يديك أو نتصرف في سرائر عبادك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وافتح عيوننا ولا تجعلنا من الذين يعادون أوليائك أو يحبون المفسدين آمين ثم آمين إذن هنا هذا بداية دعا لحظة المسيح المعضة و هذه الدعوة دعوة المسيح المعضة لا زالت مفتوحة إلى اليوم لكل من يريد أن يعلم حقيقة المسيح المعضة صلى الله عليه وسلم لا زالت هذه الحقيقة تتجلى في أتباع حضرة المسيح المعضة صلى الله عليه وسلم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الأصل الأتباع المخلصين والحقيقين لمحمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه الدعوة لا زالت مفتوحة تعالوا إلى مراكز الجماعة السلامية الأحمدية تعالوا إلى فروعنا في كل العالم واجلسوا وامكثوا عندنا ضيوفا أعزاء وإخوة أجلاء وانظروا إلى حالنا وقالنا وحياتنا اليومية ومعشارنا وإذا تعصر ذلك على الأقل توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بصدق النية وبدون سؤضا وادعوا هذا الدعاء الذي بيّنه حضرت المسيح موضوع السلام لمعرفة حقيقة هذا الرجل العظيم وحقيقة هذه الدعوة نستمر بما جاء بحضرة المسيح الموضوع عليه السلام ويقول واستخر يا أخي من جمعة إلى جمعة من جمعة إلى جمعة أخرى وعقب تهجدك بهذه الركعتين وأخبرني إذا أردت أن تشرع في هذا لأرافقك في دعائك وأدعو لك في ابتغائك وأرجو أن يسمع ربي ندائي ويقبل دعائي إنه كان بحفية وإنه نور عيني وقوة أعضائي والله إني لمن المقبلين أيها العزيز أراك فتى صالحا فأرجو أن تقبل ما قلت لك وأرجو أن تدركك رقة على دين سيدي وسيدك وجدك صلى الله عليه وسلم وتسلك مسلك العارفين وهنا في هذه يعني بعد أن وصل حضرة المسيح الموضوع عليه السلام إلى هذه الفقرة كتب حضرته قصيدة يقول فيها تذكر يا أخي يوم التنادي وتب قبل الرحيل إلى المعادي فأخرج كل حقدك من جنان وزك النفس من سم العنادي وخف قهر المهيمن عند ذنب وقف ثم انتهج سبل الرشادي وأقسم أنني يا ابن الكرامي لقد أرسلت من رب العبادي وقد أعطيت علما بعد علم وكأسا بعد كأس من جوادي وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي فما أشقى بلعن اللاعنين وصدقي سوف يذكر في البلادي وكأس قد شربنا في وهاد وأخرى نشربا فوق المصادي ولست أخاف من موتي وقتلي إذا ما كان موتي في الجهادي وآثرنا الحبيب على حياة وقمنا للشهادة بالعتادي وما الخسران في موت بتقوى وخسر المرء في سبل الفساد وإني قد خرجت إلى ذكاء ففارت عين نور من فؤادي بحمد الله بحمد الله إن الحب معنا وما يرمي متاعي بالكسادي ويدنيني بحضرته بلطف ويسقيني مدام الاتحادي وإن هداية الفرقان ديني وأدعوكم إلى نهج السدادي فقم إن شئتك الأحباب طوعا وإما شئت فاجلس في الأعادي وقد بار العدو بعزم حرب وبارزنا فيا قومي بدادي وكان نصيحة لله فرضي فقد بلغت فرضي بالودادي فقد بلغت فرضي بالودادي يا لها من رسالة لهذا الشيخ النقشبندي حيث حضرت المسيح المعارسة السلام دون ما ذكره في الكتاب هذه القصيدة تلخص كل ما قدمه حضرت المسيح المعارسة السلام وغاية بعثته وغاية دعوة الشيخ النقشبندي وكل ما قام به إلى المشاهدين أن يتفكروا السيد زي ما تفكر بعد هذه القصيدة اللطيفة الجميلة المملوة بالمعاني العميقة يقول حضرت المسيح المعارسة السلام أيها الأخ العزيز ما جئت كطارق ليل أو غثاء سيل إن جئت إلا في وقت الضرورة وعلى رأس المئة وجعلني الله لهذه المئة مجددا لأجدد الدين وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد دينها فتحسس من مجدد هذه المئة وتفكر فإن الله يؤيد المتفكرين وقد جاء في أخبار أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي صاحت الأرض فقالت يا رب بقيت خالية إلى يوم القيامة من أقدام الأنبياء صلاة الله عليهم أجمعين فأوحى الله تعالى إليها وقال إني أخلق عليك أناسا قلوبهم كقلوب الأنبياء منهم الأقطاب ومنهم الأبدال ومنهم الغوث ومنهم دون ذلك وكل من المكلمين الملهمين ومنهم من يكون قلبه كقلب نوح وإبراهيم وموسى ومنهم الذي كان قلبه كقلب عيسى ويجيئون على أقدام النبيين فانظر فانظر يا أخي آثار رحمة الله كيف أكرم هذه الأمة وجعلهم بأنبياء بني إسرائيل متشابهين وإن تعجب فعجب قول الذي يقولون كيف جاء مثيل المسيح وإن هذه إلا كلمة الكفر ولا ينظرون إلى ما قال الله ورسوله ولا يتفكرون في الآيات والآثار ويعيشون كالنائمين معنا اتصال اسمحنا أن أخذ الاتصال الأخ العزيز أمجد كميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أود أن أشارك في مقطع من كتاب تحفة تغداد أكرهها على أستاذ المستمعين من كلام حضرة الإمام المهدي والمسيح المعود عليه الصلاة والسلام يقول حضرته عليه الصلاة والسلام يا أخي انظر في البخاري وغيره من الصحاح كيف بشر نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيكون في أمته قوم يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ويسمون محدثين وقال الله جل شأنه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وحث عباده على دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فما معنى الدعاء لو كنا من المحرومين وأنت تعلم أن الذين أنعم الله عليهم أولا هم الأنبياء والرسل وما كان الإنعام من قسم درهم ودينار بل من قسم علوم ومعارف ونزول بركات وأنوار كما تقرر عند العارفين وإذا أمرنا بهذا الدعاء في كل صلاة فما أمرنا ربنا إلا ليستجاب دعاؤنا ونعطى ما أعطي الإنعامات وأعطى ما أعطي من الإنعامات للمرسلين وقد بشرنا عز اسمه بعطاء إنعامات أنعم على الأنبياء والرسل من قبلنا وجعلنا لهم وارثين فكيف نكفر بهذه الإنعامات ونكون كقوم عمين وكيف يمكن أن يخرف الله مواعيده بعد توكيدها ويجعلنا من المخيبين أنت تعلم يا أخي أن سرات المنعمين عليهم هم الأنبياء والرسل وقد بشرنا الله بعطاء هداهم وبصيرتهم الكاملة التي لا تحصل إلا بعد مكالمة الله تعالى أو رؤية آياته عفى الله عنك كيف زعمت أن أولياء الله محرومون من مكالمة الله ومخاطباته وليسوا من المكلمين انتهى النص يذكر حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود الآية الكرآنية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهي من سورة الفاتحة ونعلم أن سورة الفاتحة قد جمعت كل معارف الكرآن الكريم وتركزت معانيه ومعارفه فيها وعندما نقرأها نقرأ أنها دعاء هي أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على صراط الذين أنعم الله عليهم وقد أخبرنا من هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم في آية أخرى حيث قال وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيكُينَ والشهداء والصالحين فباختصار إن هذه الآية تريد أن تقيم العلاقة ما بين الإنسان وبين خالقه من خلال المخاطبات والمكالمات الإلهية وهذا ضروة ما خلق الإنسان لأجله أشكركم أخوتي وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ولجميع مستمعكم جزاكم الله أحسن جزاء جزاكم الله أحسن جزاء أخي أمجد بارك الله فيكم أستاذ أيمن قد ذكرتم في الاختباس الذي كان قبل أن نأخذ الاتصال بأن الأرض قد بكت بأن لن يعود هناك من الأنبياء بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هناك سوف يكون هناك من المحدثين فإذا ممكن أن تبين لنا في الصفحة القبل جزاكم الله أحسن جزاء كما ذكرتم بأن الله تبارك وتعالى أجاب الأرض وعندما قالت يا رب بقيت خالية إلى يوم القيامة من أقدام الأنبياء صلاة الله عليهم أجمعين فأوحى الله تعالى إليها وقال إني أخلق يعني في قادم الأيام في المستقبل أخلق عليك أناسا قلوبهم كقلوب الأنبياء منهم الأقطاب ومنهم الأبدال ومنهم الغوث ومنهم دون ذلك يعني هذه مقامات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يعني ينال عندما يفتح الله تعالى باب بركة لا يمكن أن ينال من غير هذا الباب نحن لا نقول أنه لا يوجد هناك أناس صالحين من الأمم الأخرى ولكن هذه المقامات لا يصلها إلا من ينهل من منهل نبي مبعوث من الله تبارك وتعالى وأن يكون والنبي مع ألة التعريف في هذا الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن المدارج الروحانية أن تفتح أبوابها بغير بركة ووسيلة محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى في سورة الإسلام قد بيّن هذا في الآيات الكريمة حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين هناك درجات النبوة وإلى خير كل هذه الأمة نعم نعم وكل من المكلمين الملهمين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبي علماء أمتك أنبياء بن إسرائيل هذا إكرام من الله تبارك وتعالى للأمة بأن جعل منها ومن علمائها ومن عبادها ونساكها ومتقيها من الدرجات ما أعطي لأنبياء بني إسرائيل لأن دائما الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز في القرآن الكريم كان دائما يقارن ويشبه الأمة الإسلامية ببني إسرائيل ودائما نرى قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم ليس من باب القصة والسلام ولكن من باب أن أشبه أمة بأمة الإسلام هي أمة بني إسرائيل وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف تمر بمراحل مشابهة كثيرا لأمة بني إسرائيل وهي آخر أمة لنبي مشرع ولديه شريعة يتبعها وأوحي إليه كلام الله تبارك وتعالى ودوّن هذا الكلام فكان لابد أن نعي تماما قصص بني إسرائيل وبني إسرائيل يعني بعثت فيهم الأنبياء تلو الأنبياء فكيف تحرم أمة خاتم النبيين وخير الأنبياء والمرسلين من هذه النعمة هي موجودة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من غير أن يكون أنبياء بعد رسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أنبياء مشارعين يأتوا بشارع جديد أو يغير الدين أو ينقص من الكتاب أو يزيده أو يأتوا بدين جديد أو إلى آخره ولكن هذه المقامات وهذا الوحي وهذا الإنعام وهذا الكرم سيستمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل سيفوق أمة بني إسرائيل أيضا فالذين يقولون من قطاع الوحي بكل أشكاله وأنواعه وأن الله سبحانه وتعالى ما عدا يتكلم هم ينفون عن هذه الأمة أفضل النعم التي ينعم عليها من الله سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين نخرج لفاصل قصير ابقوا معنا وَإِنَّ الْحُرَّ يَفْهَمُ قَوْلَ حُرٍ وَتَشْفِي صَدْرَهُ الْكَلِمُ الْفِصَاحُ عِلْمِ مِنَ الرَّحْمَانِ ذِي الْآلَائِي بِاللَّهِ حُسْتُ الْفَضْلَ لَا بِدَهَائِي كَيْفَ الْغُصُولُ إِلَى مَدَارِجِ شُكْرِهِ نُثْنِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ حَوْلُ ثَنَائِي الله مولانا وَكَافِلُ أَمْرِنَا الله مولانا وَكَافِلُ أَمْرِنَا في هذه الدنيا وبعد فنائي لولا عنايته بزمن تطلبي كادت تعفيني سيول بكائي بُشْرَى لَنَا بُشْرَى لَنَا إِنَّا وَجَدْنَا مُؤْنِسًا رَبَّا رَحِيمًا كَاشِفَ الْغَمَّاءِ الله كَهْفُ الْأَرْضِ وَالْخَضْرَاءِ رَبٌّ رَحِيمٌ مَلْجَأُ الْأَشْيَاءِ الله مقصد مُهْجَتِي وَأُرِيدُهُ في كل رشح القلم والإملاء يا أيها الناس شربوا من قربتي قد ملأ من نور المفيض سقائي وَاللَّهِ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ بِفَضْلِهِ لَكِنْ نَرَى جَهْلًا عَلَى الْعُلَمَاءِ والله نحن المسلمون بفضله لكن نرى جهلاً على العلماء نَخْتَارُ أَثَارَ النَّبِي وَأَمْرَهُ نَقْفُو كِتَابَ اللَّهِ لَلْأَرَاءِ شَمْسُ الْهُدَى طَلَعَتْ لَنَا مِنْ مَكَّةٍ شَمْسُ الْهُدَى طَلَعَتْ لَنَا مِنْ مَكَّةٍ عَيْنُ النَّدَى نَبْعَثْ لَنَا بِحِرَاءِ يَا رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا بِكَرَامَةٍ يَا رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا بِكَرَامَةٍ يَا مَنْ يَرَى قَلْبِي وَلُبَّ لِحَائِي يَا مَنْ أَرَى أَبْوَابَهُ مَفْتُوحَةً لِلسَّائِلِينَ فَلَا تَرُدَّ دُعَائِي وَإِنَّ الْحُرَّ يَفْهَمُ قَوْلَ حُرٍ وَتَشْفِي صَدْرَهُ الْكَلِمُ الْفِصَاحُ أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية كنا قبل الفاصل كنا نتحدث حول ما ذكره حضرة المسيح الموؤود عليه الصلاة والسلام عن المحدثين الذين أنعم الله عليهم وينعم الله عليهم بالمكالمات والإلهامات وإلى آخره ولم يكونوا من الأنبياء ونستمر بما قدمه حضرة المسيح الموؤود عليه الصلاة والسلام مع الأساذ أيمن يخاطب حضرة مسيح الموؤود عليه الصلاة والسلام الشيخ النقشبندي بمزيد من الود والخوة والحب يقول يا أخي أنت تعلم أن كتب القوم مملوة من ذكر مكالمات الله بأوليائه ومخاطبات حضرة الحق بعباده المقربين وهو الكريم الذي يلقي الروح على من يشاء من عباده ويزيد من يشاء في الإيمان واليقين أما قرأت في فتوح الغيب الذي لسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كيف ذكر حقيقة المكالمات أبعا عبد القادر الجيلاني معروف هذا الصوفي المعروف الذي كان طبعا نسيح الموضوع عليه الصلاة والسلام يعني يجله وهو من جيل الصوفية الذين كانوا فعلا أولياء الله تبارك وتعالى وانظر كيف يخاطبه سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ذكر في فتوح الغيب حول حقيقة المكالمات وقال عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه إن الله تعالى يكلم أولياءه بكلام بليغ لذيذ وينبئهم من أسرار ويخبرهم من أخبار ويعطيهم علم الأنبياء ونور الأنبياء وبصيرة الأنبياء ومعجزات الأنبياء ولكن وراثة لا أصالة ويجعلهم متصرفين في الأرض والسماوات وفي جميع ملكوت الله وراثة لا أصالة المعنى منها أنه بفضل الله تبارك وتعالى وليس يعني بفضلهم الذاتي أو جهدهم الذاتي فقط يعني لا شك هناك جهد ذاتي وطلب وتقدم ومجاهدات وطاعات وإلى آخره ولكن بفضل الله تبارك وتعالى وليس باستحقاق تنال هذه المراتب والدرجات والإنعامات والثمر ويجعلهم متصرفين في الأرض والسماوات وفي جميع ملكوت الله فانظر إلى مراتبهم ولا تتعجب فإن الله فياض يعطي عباده ما يشاء وليس بضنين والله قص علينا قصص الملهمين أو قصص الملهمين في كتابه العزيز يعني لماذا يستغربين؟ الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز في القرآن الكريم ذكر قصص كثير من الأولياء والصالحين والأنبياء كيف كان يلهمهم ويبشرهم ويسيرهم ويريهم الرؤى والكشوف والإلهامات والوحي وأوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى وأوحى إلى الحواريين وأوحى إلى مريم رضي الله عنهم أجمعين فلماذا تستغربون؟ الله تبارك وتعالى أوحى إلى النحل يعني لماذا تستغربون وتنفون بشراسة الوحي من الله تبارك وتعالى إلى خيار هذه الأمة بالله تبارك وتعالى يوحي أي حيانا لبعض الملحدين و لبعض الفاسدين يريد أن يوصل رسالة لأحد من يمنع رسائل الله تبارك وتعالى من يمنع وحي الله تبارك وتعالى عن أي أحد كان ولكن هذا النوع هذه النوع من الإنعامات تأتي فقط لأهل الله و لأوليائه و بفضل الله تبارك وتعالى عليهم و أنبأنا أنه كلم أم موسى عليه السلام و كلم ذا القرنين و كلم الحواريين و ما كان أحد منهم نبيا ولا رسولا و لكن كانوا من عباده المحبوبين أليس من أعجب العجائب أن يكلم الله نساء من بني إسرائيل و يعطي لهن عزة مكالمته و شرف مخاطباته و ما يعطي انظر أليس من أعجب العجائب أن يكلم الله نساء من بني إسرائيل و يعطي لهن عزة مكالماته و شرف مخاطباته و ما يعطي لرجال هذه الأمة نصيبا منها وهي أمة خير المرسلين وقد سماها خير الأمم وختم بها الأمم كلها وقال ثلة من الآخرين يعني فيها كثير من المكملات المكملات والمكملين رجالا ونساء إذن إلى هنا هذا الكلام لحضرة عبدالقادر الجيلاني فيحاول المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم خلال هذه الكتابة أن يخاطب قلب وضمير وعقل ووجدان وإيمان هذا الشيخ لأنه في النهاية واجب المسيح الموضوع صلى الله عليه وسلم ومهمته هي تليين القلوب وجذبها إلى الله تبارك وتعالى وإلى الحق وليس الهدف المطاعجي الموضوع ليس مكاسرة وليس معاركة ولا إثبات من الأقوى بالحجة والبرهان ومن أكثر علما وأغزر وفهما وإلى آخره بل الهدف النهائي هو جذب القلوب إلى الحق بكل وسيلة المشروعة أقيد الآن هناك من المشاهدين والمتابعين ربما يستغرب من قول حتى بأن الله تبارك وتعالى يلهم ويوحي حتى ليس فقط للمؤمنين مثالا على ذلك يوم كان لقاء أبو سفيان زعيم قريش آنذاك مع هرق الامبراطور الروماني المشهور حينما بدأ الحوار بينهما هرقل كان يسأل أبو سفيان أسئلة عن شخص حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يجيبه وقد شرط حط شروط هرقل على أبو سفيان بأن يجيبه بصدق وإلا فأحد الذين كانوا في مجموعة أبو سفيان يجب أن يذكر الصدق فعلا ففي آخر ما ذكره هرقل بعد آخر سؤال فقال بأن عن شخص حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن قدماه سوف تحكم سوف تصل إلى هنا لماذا ومن أين له هذا الله تبارك وتعالى حينما يضع صدق ورسالة حق الله سبحانه وتعالى يأخذ بها إلى كل مكان وكل إنسان منصف يعرف هذا الأمر في ذلك الوقت هرقل الإمبراطور الروماني كان صادقا في إمبراطوريته وكان حاكما عادلا لهم لكن لما سمع عن حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحقيقة هذا الإنسان وماذا يقوم به فقال بأنه سوف يحكم موقع قدمي وهذا ما حصل فعلا التاريخ والواقع أيضا يشهد على كثير من الوقائع التي يلهم بها أو يرى مناما رؤية صادقة أناس ليسوا بمؤمنين وليسوا أحيانا كثيرا بصالحين بل هم مفسدين يعني يرون رؤى تحذيرية ورؤى فيها مثلا تحذير أو من شأنها أن توقفهم عند حدهم أو أن تنبئهم بعذابهم أو حتى أمور عادية يومية يعني من الذي يخبر الأم التي مثلا تنظف المنزل لوهلا يدخل في قلبها وفي عقلها فكرة بأن ابنها في خطر فتذهب إليه فتجده على حافة الهوية على الشباك مثلا سيقع من طابق عالي أو من مكان مرتفع أو أنه سيفجر الغاز أو يعبث بشيء معين وهذه تقريبا حصلت لكل أم من الذي يجعل في خلدها هذه الفكرة ويوقع في قلبها هذه الفكرة أليس إلا هم من الله تبارك وتعالى طيب ومنها من كل الأمم من كل الشعوب من كل الديانات إذن هذا التواصل بين الله تبارك وتعالى وبين عباده هذا قائم لا يتوقف الذي توقف هو الوحي التشريعي وليس لأن الله غير قادر على أن ينزله ولكن لأن الله تبارك وتعالى قرر بفضله ورحمته أنه لا حاجة أنزل خاتم الكتب على خاتم الأنبياء وفي اليوم الذي أوحى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وصل الإنسان لمرحلة من النطج بأنه أصبح على تخوم العالم الصغير والقرية الصغيرة عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ووصل إلى نطج أخلاقي ونطج علمي ونطج ذهني وإدراكي وإلى آخره بتقدير الله تبارك وتعالى وصل إلى نطج الذي هو جاهز لاستقبال الرسالة العالمية التي لا تلائم ظروفه وحاجاته وتركيبته وشخصيته المحلية الضيقة بل يستطيع أن يحملها إلى كل العالم وفي سابق علم الله تبارك وتعالى أن هذا العالم ذاهب نحن على مشارف أن نصبح قرية صغيرة فأرسل الدين العالمي بالكتاب العالمي مع خاتم النبيين الذي أتى بخاتم الكتب وخاتم الأديان إذن الكتاب العالمي لا حاجة لوحي يتلى ولا حاجة لشريعة لأن الشريعة قائمة وفعالة وناجعة وناجحة بفضل الله تبارك وتعالى الحاجة هي إلى باقي كل أنواع الوحي وحي المبشرات وحي الإنذارات وحي النبؤات وحي الذي يثبت المؤمنين وحي الذي يخلخل الفاسدين المفسدين وحي الذي يثبت الله تبارك وتعالى من خلاله أنه موجود وأنه يتواصل مع عباده أكيد جزاكم الله ونستمر بما أجابه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويقول أنت ترى يا أخي عفاك الله في الدارين كيف اشتدت الحاجة في هذه الأيام إلى ظهور مجدد يؤيد الدين ويقيم البراهين ويرجم الشياطين ألا ترى أن الضلالة قد غلبت وغارات الكافرين عمت وأحاطت وكم من أمم تبت وهلكت ألا تنظر هذه المفاسد ألس من المتألمين على مصائب الإسلام ألم تأتك أخبارها أو أنت من الغافلين أم تكاثرت فتن الكفار أم تكاثرت فتن الكفار أما جاء وقت ظهور الآثار أما عمت الفتن في البرار والبلاد والديار أما جاء وقت رحمة أرحم الراحمين أما عنا لنا في زمننا هذا قبل الدياب في ليلة فتية الشباب غدا فية الإهاب وصرنا كالمحصورين انظر يا أخي كيف أحاط بالناس ظلام وظلم ومظلمة وخوفنا من كل طرف بأنواع النباح وارتفعت الأصوات بالأرنان والنياح وضربت علينا المسكنة بالابتساح وصال الكفار كالحين كالحين المجداح وعفت أثار التقوى والصلاح وصبت علينا مصائب لو صبت على الجبال لدكتها وكسرتها كالرداح وامتلأت الأرض شركا وكذبا وزورا ومن الأفعال القباح وتراءت صفوف الطالحين يعني حضرة المسيح الممودة لسلسلام يعني يخاطبنا ويقول يعني كل هذه الأفات التي ظهرت والمصائب التي حلت على هذه الأمة أما زلنا ننتظر المزيد أما حان اليوم أن نراجع أنفسنا ونسأل لما يحصل كل هذا نعم جزاكم الله أحسن الجزاء وكنت أبكي بكاء وكنت أبكي بكاء الماخض على ضعف الإسلام في تلك الأيام وأرى مسالك الهلك وأنظر إلى عون الله العلم فإذا العناية تراءت وهبت نسيم ألطاف الله القسام وبشرت بأعلى مراتب الإلحام وأصف كأس المدام كما تبشر الحامل عند مخاضها بالغلم فصرت من المسرورين فأمرت أن أفرق خيري على رفقي على رفقتي تعلم أن الله تبارك وتعالى ليس فورا يعني كانت إنعامات الله تبارك وتعالى وإلهاماته على المسيح المدعسة والسلام تدريجية لسنوات طويلة إلى أن أمر المسيح المدعسة طبعا وكان طول هذه الفترة لم يأخذ البيعة ولم يدعو الناس إلى شيء وإنما ألف الكتب في نصرة الدين يعني في نصرة الإسلام وتبيين مكائد الآخرين وفضحها ضد الإسلام ضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضد القرآن ولكن عندما أمر بدأ بدعوة الآخرين إلى دعوته قبل ذلك لم يفعل شيئا وكان على الله ثقتي فكفروني ولعنوا وسبوا وأضروا بي الخطوبة وألبوا وأوذيت من ألسنة القاطنين والمتغربين إذن فكفروني ولعنوا وسبوا وأضروا بي الخطوبة وألبوا وأوذيت من ألسنة القاطنين والمتغربين ورأيت أكثر العلماء أسار في أيدي أنفسهم وأهوائهم ورأيتهم كغلام عليه سمل وفي مشيه قزل وفي آذانه وقر وعلى عينه غشاوة وفي قلبه مرض وهو كل على مولاه وليس فيه خير يسر المشترين يظهرون على الإخوان شباء تعتدائهم وينسون صولة أعدائهم وأرى قلوبهم مائلة إلى الصلاة لا إلى الصلاة ويستعجلون للاستهداء لا للاستهداء ويؤثرون ثوب الخيلاء على ثواب مواساة الأخلاء ويأبرون إخوانهم كالعقارب ولو كانوا من الأقارب لا يخافون رب الأرباب ولا يتقونه في أساليب الاكتساب ويسعون إلى باب الأمراء وينسون حضرة الكبرياء ثم يكفرون إخوانهم ويحسبون أنهم من المحسنين أستاذ العزيز يشيرنا لي في غرفة الكنترول بأن الوقت قد انتهى هناك المزيد بإذن الله تعالى أعزائي المشاهدين سنقدمه لكم في حلقات قادمة اسمحوا لي أن أشكر ضيفي في هذه الحلقة الأخ العزيز الأستاذ أيمن المالكي جزاكم الله أحسن جزال حضوركم معنا وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح